موسيقى الحمد لله مولى الإحسان في رحمة الإنسان بأخيه الإنسان نحمده تعالى على نعمة الإيمان نبراس الصفاء وطهر الوجدان ونصلي ونسلم على نبينا محمد الإنسان المثال في فضائل الخصال وجلائل الأعمال صلى الله تعالى وسلم عليه ومن هم على سيرته الباهرة في نفع الناس دنيا وآخرة فهم اليوم للخير بالمعروف وسطا وغدا من شر العذاب لبعضهم شفعاء على ما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين حضرات المشاهدين الأكارم والمستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإذا به عليه الصلاة والسلام يقول لهم يدخل علينا الآن رجل من أهل الجنة فتشوق الصحابة إلى معرفة هذا الرجل من يكون يترى وإذا برجل بسيط عليه كل علامات البساطة يدخل ونعلاه بين أصابعه وتقتر أعضاؤه من الوضوء كان يتوضى وداخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانضم إلى هذا المجلس العظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر ذلك المجلس وبقي الصحابة يعني يتحدثون في أنفسهم عن السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأن ذلك الرجل هو من أهل الجنة فوقت اللي انفضى المجلس ذهب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيت مع ذلك الرجل علاش بالشراه شنو اللي قاعد يعمل فيه الشي اللي جعلوا من أهل الجنة وبات معه فما رأى منه إلا يعني الشي اللي يقوم به عامة الناس يعني يحافظ على صلاته في أوقاتها فسأله وأخبره بالبشارة اللي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنه من أهل الجنة رب إن شاء الله يجعلنا جميعا من أهل جنته ورضوانه وسأله بما استحق ذلك يعني قالوا باش استحقيت باش تكون من أهل الجنة قالوا والله ما أقوم من الأعمال إلا غير ما رأيت يعني انحافظ على صلاته في أوقاتها إلا أني لا أبيت وفي قلبي ضغينة على أحد وهذا يهول به الفائدة مع أن الإنسان يعطي حق ربي سبحانه وتعالى كذلك يكون قلبه يعني عامر بحب الخير للغير وما عنده شك الضغاء والأحقاد يكون قلبه صافي مع الناس وعليش ناس بكري أبائنا رب يرحمهم وأجدادنا يقولوا فايدفك الصندوق ويرمزون إلى الصندوق يعني إلى القلب تالإنسان بيكونش عامر بالأحقاد والضغاء والأمراض النفسية وإنما يكون عامر بالمحبة وبالصفاء وبالإخاب وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام هو ذاك يعني ذاك هو السبب اللي يجعلني أخبركم بأن ذلك الرجل هو من أهل الجنة بحول الله تعالى في كونه قلب نظيف وما عندوش ضغينة ولا أحقاد على أحد من قدر قال النبي عليه الصلاة والسلام من قدر أن يبيت وليس في قلبه ضغينة على أحد فليفعل يعني اللي منكم يجم يبات وليس في قلبه ضغينة ولا أحقاد على أحد فليفعل روه ذاك الشيء الباهي والمؤمن الطيب اللي يحبه ربي سبحانه وتعالى هو هيك المؤمن اللي يكون قلبه صافي ويكون يعني يحمل يعني الظن الحسن للغير ويحب الخير للغير كما يحبه لنفسه وما عندوش كل آنانية وكل فردية وهكي حب الذات ما عندوش وإنما يحب الناس كل كما يحب روحه وهذه معشر المشاهدين الأفاضل بعض خصال المؤمنين في عشرة العباد مع ما يكون منهم دون ما ذغاء ولا أحقاد يعني مهما يتصرف الناس معك ربما يخادعوك ربما يعاملوك معاملة غير طيبة يعني أنت تحافظ على قلبك يكون نظيف ويكون صافي وما عندكش هيك الأحقاد وكالكراهية وهيك الغل الذي تحمله على غيرك والنبي عليه الصلاة والسلام نعرف هو المثل متاعنا وهو القدوة والأسوى الحسنة في هذا وهو الذي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته يعني سنة القدام هذه كسرت وقت الامشاء إلى الطائف إلى الطائف يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى فما كان منهم إلا أن أغروا به سفهاءهم وصبيانهم يرمونه عليه الصلاة والسلام بالحجارة فالرسول عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته فالتجأ إلى الحائط أي إلى بستان ودعا بذلكم الدعاء العظيم اللي جاء في آخره اللهم إن لم يكن بك غضب علي فاللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي يعني إلي صار للكل إذا كان مهوش بسبب غضبك علي يا الله فكل ذلك يهون ما دام في سبيل الله سبحانه وتعالى وهذا ما رب عليه الصحابة الذين تخرجوا من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام وهو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام جالس مع الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا برجل يأتي ويسيء الأدب مع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني أساء معه الأدب في القول قال له كلام معنا مزموش يتقال في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول صنت وسكت ولكن وقت اللي يعني الرجل هذاك فرغ من الكلام أراد أن يرد عليه سيدنا أبو بكر الصديق حاب يرد عليه الكلام فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب في حال سبيله فناداه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال له يا رسول الله ما لك وقت اللي كان الراجل يكيلني كما قلوا أحنا في الكيل كيليني ويسمع فيه في الكلام كنت جالس وتستمع وقت اللي أردت أن أرد عليه قمت وانصرفت في حال سبيلك قال له وقت اللي كنت انت ساكت والراجل يتكلم كان الملك يرد عنك يعني ربي سبحانه وتعالى مقيض لك أيها المؤمن ملكا وقت اللي إنسان يسيء معك الأدب هو هكي الملك يرد عنك فلما يعني أنت تكلمت حضر الشيطان عاد حضر الشيطان بشي يزيد ينفخ في ابن آدم ويزيد معناها في عوضي رد بالكلام يعني اللي لا يزيد على ما قاله له ذلك الرجل قال وأنا عليه الصلاة والسلام قال وأنا لا أحضر في مجلس يكون فيه شيطان ولذلك انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام وذي سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كذلك جاءه رجل وأساء معه الأدب وش قالوا؟ قالوا لو قلت لي كلمة واحدة لا قلت لك بها عشرا لو كان يعني الراجل يقول لسيدنا عبد الله ابن عمر يقول له لو كانت قل لي كلمة واحدة رجع لك بها عشرة يعني عشرة كلمات مهم شباهين فش يقول له سيدنا عبد الله ابن عمر قالوا وأنت لو كانت قل لي عشرة كلمات من رجع لكش بها حتى كلمة واحدة وهذه هي في الحقيقة مهاش ضعف وإنما هي قوة وقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب مهاش القوي والشديد بقوة العضلات متاعه وقوة البنيا متاعه والصياح متاعه والعيات والكلام البذي والكلام الذي لا يليق والسب والشتم والخصان لا مهاش ديك قوة إنما الشديد القوي من يملك نفسه عند الغضب هيك القوي هذاك هو اللي يملك نفسه عند الغضب حينما تستفز أخي المؤمن عليك أن تكبح جماح نفسك وعليك أن لا تنساق وراء الغضب وعليك أن لا تتأثر بتلك الكلمة التي قيلت في شأنك يعني زوراً وبهتاناً ويعني حافظ على صيامك وأنت في شهر الصيام لكن ذلك كله لا يمنع من أخذ الحق مش معناها تولي مسالم وكل من يتعد عليك يعني تعفو عنه ولا تأخذ حقك لا راهو ربي سبحانه وتعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إذا كانت ظلمت هذي إيش معناها إلا من ظلم يعني راهو ربي سبحانه وتعالى ما يحبش الجهر بالسوء من القول كل قول يعني سيء وكل كلام بذيء وكل كلام فيه خصام وشتم ويعني اتهام بالباطل أو شهادة زور كل هذاك ما يحبوش ربي سبحانه وتعالى كما النميمة والغيبة كذلك كلهم يظمم يحبهم مش ربي سبحانه وتعالى قال إلا من ظلم إيش معناها يعني واحد كما يقول قال لك كلمة رجح له بالوقت أي قال لك كلمة بذيء أتوالي تقول لكلام البذيء لا هذا يعني إلا من ظلم وقت لترفع أمره إلى القضاء هكذا الإنسان هذك ويطلب منك الحاكم بأن تعيد الكلمة اللي هو قالها لك كما سمعتها وكما هو قالها بكل أمانة فهينما تقول هيك الكلمة أنت هيك الكلمة اللي ربما فيها سب وكلمة بذيئة وقت لتعاودها أمام الحاكم وقلبك مكره لها أنت عاودتها بش يعرف الحاكم حجم هيك الكلمة هذك وفضاعة شناعة هيك الكلمة هذك فذلك جائز يعني عند الحاكم ليس في السوق ولا في الشارع ولا في الأماكن العمومية قال لك كلمة بذيئة ولا قال لك ذات إلا من ظلم يعني ترشحاله لا إلا من ظلم يعني عند القضاء يجوز لك أن تعيد الكلمة التي سمعتها كما قالها لك هيك الإنسان الذي استفزك وظلمك وتعدى على حقك باستعمال مثل هذا الكلام الذي لا يليق فلنها وقت لتعاودها للحاكم أنت لست مذنبا ولست آثما ولو قلت بلسانك تلكم الكلمة وذلك باعتبار وأنك مكره وباعتبارك ذلك وأن هذه من الحالات المستثنات ليكون الإنسان فيها الذي يرفع الدعوة للقضاء فيطلبه القاضي بأن يعيد الكلمة فإذا أعادها فليس آثما نسأل الله تبارك وتعالى ونحن في هذا الشهر الكريم العظيم أن نتحلى دائما بالكلمة الطيبة وأن نتحلى دائما بالتسامح وبالحلم وهو العفو عند المقدرة وأن لا نرد السيئة بالسيئة ولكن نعفو ونصفح اقتداءا وتأسيا برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان دوما يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وإلى لقاء قادم بحول الله عز وجل هناك سؤال ورد علينا من أحد الإخوة المشاهدين يقول فيما يخص الصلاة والصيام هو يصوم لكنه تارك مع الأسف الشديد للصلاة هل إن صومه صحيح أم لا لأنه ساداتنا العلماء قالوا إن الصيام إذا كان هو باعتباره مسلم وصايم فصومه صحيح لكنه مطالب بالصلاة ولهنانا استغربوا بالحق كيفاش تلقى برشة ناس حارسين على الصيام فتراهم يصومون لكنهم مع الأسف الشديد يتركون الصلاة رغم أن الصيام والصلاة الزوز هم من أركان ديننا الحنيف أليس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا رأى الإنسان أول من يسأل في قبره يسأل عن صلاته قال عليه الصلاة والسلام فإن صلحت صلاته صلحت جميع أعماله وإن فسدت صلاته فسدت جميع أعماله يعني الرد بأن رأى الصلاة واجبة ورأى ربي سبحانه وتعالى يحاسبنا عليها فالربي أبنائنا على حب الصلاة وعلى التعلق بالصلاة وكما نحرص على الصيام نحرص بنفس مستوى الحرص على الصلاة كذلك لكن هذا الكل لكن هذا الكل ما يعنيش وأن صوم تارك الصلاة باطل بل إن صومه صحيح وإن شاء الله هو مأجور عليه ونحن في الختام دعاة ولسنا قضاة نحن رغب الناس وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حببوا الله لعباده وحببوا عباده إليه ربما يقتل يجي تقول له أنت كيسيا ما كيبليش ويقتل ما تصليش يقول لك أنا فاطر فاطر هاي أعطيني نفط وكهو فهنه ربما تخليه مجدود هو إلى هذا الدين بعبادة الصيام علّه يعني يرعاوي وعلّه يثوب إلى رجده ويوالي يصلي وانت في عوض تقول له كيسلاتك بلاش علاش ما تقولوش كلام آخر كأن تقول له يكون صيامك أتم ويكون صيامك أكثر أجرا وأكثر ثوابا لو يكون مع الصلاة ويعني ترغب في الصلاة اللي هي طهارة باطنية وطهارة ظاهرية وترغب في الصلاة على أنها تبعده عن الفحشاء والمنكر وتقوم سلوكه وتحسن أخلاقه وتجعله يصوم صوما كما يريد الله تبارك وتعالى عوض أن يعني تثبته وعوض أن تجعله يائسا من رحمة الله وعوض أن ربما يمشي يفطر يقول لك هي تردد تردد عوض ذلك أن ترغب في الصلاة علّه وثم يقعد هو مجدود بالصيام إلى دينه وإلى ربه سبحانه وتعالى خير من لي يخسر الصيام والصلاة نسأل الله تبارك وتعالى حسن الهداية والتوفيق وإلى اللقاء قادم بحول الله عز وجل موسيقى 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 اشتركوا في القناة